موسيقى 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 خبر عاجل اعلنت الشرطة اليونانية اليوم السبت انها تحقق في حادث انفجار بعبوة ناسفة منزلية الصنع وقع خارج كنيسة اجيوس بافلوس قرب محط الكتار في العاصمة اليونانية اسينا واشارت الشرطة في بيان النقلات وصحيفة كيس مريني المحلية لان العبوة انها سفة مصنوعة من استوانات الغاز مضيفا انها انفجرت خارج الكنيسة بعد وقت من منتصب ديل في الدقائق الاولى من العام الجديد 2022 وذكرت الشرطة ان الانفجار اصفرا خسائل مادية دون وقائع او ضحايا او اصابات بشرية لافتا الى ان الدافع وراء الهجوم مسالة غير معروف وقع ويقع اجيوس بافلوس هو دير في اقصى الجنوب على الساحل غربي شبك جدير اسوس تقع في الشمال قليلة من الضرف الجنوبي الغربي المؤسس بافلوس اكسبريوس الذي اسس في البداية دير بالقرب من دقني قبل نهاية حياته بفترة المجيزة بنى ديرا جديدا دير اجيوس بافلوس الحالي في موقعه الحالي ولكن باسم تم تغيير اسمه الى دير اجيوس بافلوس في بداية القرن الرابع عشر تم تدميره واعادة بناءه زنزانة اي جزء من دير اللي هو باطموس الى 1365 ومع ذلك اعيد تحسين دير اجيوس بافلوس ليصبح ديرا مهيما حيث كان يدير السرب لقد اقتسب شكله الحالي وهو ضخم وضع في حجم الاصر في وسط القرن الثمنتاشر كاسل كيون مكرس في عيد الغطاس بالرب من بين العديد من بقايا الدير هنا تبرز قطعتان من الخشب المقدس وحفظات قفضية مع هداية الصحة يحتوي دير اجيوس بافلوس على تسع مصليات داخل مجمع الدير الاسنان بداخلها الكاسلوكية على اليمين من القديس بول من المشترى واجيوس من كيلفينيا اليصار لأجيوس جر وارجيوس لحامل الكأس باجناحة الدير السبع الاخرون احدهم الشهداء الخمسة المقدسون يقعد داخل دير برج الدير تبرز كنيسة اجيوس التي تتعود الى القرن الخامس عشر على الجانب الشمال من الدير وهي واحدة من اقدم النبان الباقية تم الحفاظه على لوحات الجدرية الرائعة للمدرسة الكرياتية من عمل القديس انتونيوس حسب نقش ثم تغيير التسلسل الزمني لهذا النقش في عام 1431 على يد المزوجة تدور الشهير سيميني دوس في منتصب الكرن التسعة عشر تعبير معبل للغاية هو التمثيل المعروف لاحتضان الرسولين الاوليان الباقية وبعض المشاهد من الاعياد الاستبدالية الباقي له اجيوس نيكو مديوس اجيوس جرس مديوس من اجيوس نيكولوس عفوا على كل هذه الاسماء القديس غرغوريوس اللي هو اتيب وبناء على القديسان كوستانطين وهيلن خارج ادير هناك سبع مصليات اخرى من بينها من القديس تريفون في حضائقه اجيوس ديمتريوس للتجلل المخلص في غيابة انجيلوس الحقيقة يعني انا مش عارف اقول ربنا يحفظنا يعني حاجة بجد يعني صعبة جدا جدا ولكن ايضا عندنا شاهد كنيسة لاحد يعلم للان كيف ومن بناها من قبل الف سنة من العجائب كنيسة هي الاعلى بالعالم مبنية منذ اكثر من الف عام فوق صخرة مرتفعة البيع المد كما العمود في قرية كاستري المعتبرة من المنسيات بمتهيات منطقة يسمونها وسط جمهورية جورجيا المطلة في الكوكاز المجاور لثركيا على البحر المتوسط ولاي اقبل في القرن التاسع ربما لاشر الاقصر مجموعة من الافراد اتزلوا فيها العالم وبنوا الكنيسة اما من كانوا وكيف بنوا ولماذا لا نعرف فان احد يملك الجواب لقرون احاطة الغموض يعني حاجة فوق جدا جدا العالية لأقصر حدود وهناك من يقول الى درجة انهم نسجوا عنها اساطير وحكايات لمت العربية ببعضها من سيرته التي تعود الزاقرة اليها كلما حان عيد الميلاد كل عام فيزوروا الاف الناس يحترون بامره كعمود سخري وكيف تمكن بناءه ازاي تبانة الكنيسة دي ومين اللي شايدها والناس دي كانت عايش بها ازاي الا ان الامر حدث في القرية ومنطقتها البعيدة امتين متر عن العاصمة اللي هي تبليسي جعل النسيان يطوي امر الكنيسة نسيوها مسيحتها حوالي 150 متر مربع الى انظار القرية في 1944 فريق قاد الباحث الجرجوري الراحل في 1945 بعمر 46 سنة وكان برفقته فريق بعض افراده من المتسلقين للمرتبعات حقق اليكساندر وفريقه بالصخرة الجيرية وتاريخ الكنيسة المبنية فوقها وواجدوا ان ما بناه المجولون فوقها كان ديرا من كليستير تم بناءه في القرن التاسع اول عاشر بزمن الشهر بمبارسة الزهد الديني وشهد رهبانا وكان يمتنعون عن الشهوات والمنزات سعيا وراء اهدف روحية وان الجماعة التي بنت الدير كرسته للمعروف باسم ماكسيموس المعترف او ماكسيوم الراحل سنة 662 بعمر 82 سنة والذي عصر البعثة الاسلامية منذ بداية حتى وفاة اخر الخلفاء الرشدين عليه ابن ابو طالب لانه كان مساعدا لهرقى الامبروتور الروم البيزنطين ثم اعتزل الحياة السياسية الى الحياة الرهبانية وابقى الوالد بسناته لذلك يبدو ان بناه الكليسة على الصخرة كانوا من اتباعه وهناك من يذكر ان مجمع كاتسيكي الكالسي اقدم مما يعتقدون وتم بناءه من القرن السادس الى الثامن اي قبل 1400 سنة كمعدل وفقا لما تلخص العربية ما طلعته نحوه في وسائل اعلامية غريبة عدة ذكره بعضها انه يضم حجر الدفن كما فيه للنبيد اضافة الى قدار مع ثلاث حجرات مخصصة للنسك ولا يسمح الا للرهبان بالصعود اليه في الوقت الحاضر عبل سلم رفيع مسبت الى جانب الصخرة في صعود انه هو منطقوس الحج الممنوع على النساء اخبار جميلة اخبار من هذا الاخبار الرائعة والخبر المؤسب اللي هو عن اللي هو العبوة الناسبة اللي خارج الكليسة ربنا يسترها وهيجعل مصر دايما في امان وشكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجوداته الرائعة وكل الشكر الوزارة الداخلية وكل الشكر ايضا للجيش اللي دايما هو حامي مصر من الخارج والوزارة الداخلية الحامية من الداخل شكرا للسيدة الرئيس السيسي من نابع قلبي بالفعل بانه شخص محترم بيحاول انه يجعل فيه معطنة حقيقية بين المسيحي ومسلم ولا نحس باي تفريقة وان شاء الله باذن الله باقي الشعب يعني يفهم اللي ما كانش حد يفهم او فيه تعصب او تحذب ان شاء الله ربنا ينور طريقه وينور عنيه ان كلنا من اب واحد ام واحد ابونا ادم امنا حواء شكرا للملكة والامير والملكة هي العدرة ومالجريس والامير لا تنسوا اشتراكم في القناة لكم كل الحب والتقدير واشكر الاختي زي لك اللي بتعبر عن مشاعرها لانها بتحب دينها وبتقول كل ما في داخلها قولي اللي انت عايزها بتعليقاتك بس بدون اهانة او تجريح لاننا كلنا في كل حب وزيلا مساء خير احبايا واعزائي جاء انا بيان في الاول اول لكل سنة وانتو طيبين لكل اخواتي واحبائي في مصر وجميع الدول العربية وهو الشخص اللي بيحاول في الاول هتكلم اللي عمال يقول لي انت شخص غير مسيحي انت شخص مضلل انت شخص وعمال يجتمويهين وهو شخص واحد اللي عمالين وانا على فكرة وفقتلك على تعليقاتك عشان ازهرك وعرفك ان انت دينك يزهرك وقلت ادبك بتبين ولسانك الطويل اللي ملوش اي عازم انا ببين الناس عيوبك عمال تشتم علينا كمسيحيين وترجع تقول ان انا مضلل وقناة مضللة واضح ان انت قناة يعني اه بتدلس او قناة اه بتحارب لكن انا هوافق على تعليقاتك وهسيب اخواتي المشتركين المحبين اللي بيحبوا قناة الملكة والامير الملكة هي العضرة ومارجرجس الامير وبشفاعة القديس مارمينة وعشان احب اقولك ان انا مسيحي انا مسيحي اردوزوكسي والحمد لله بأمن ان ربي يسوع المسيح هو اله هو مخلصي الحاجة التانية عايز اقولك انت لو حبيت تسأل اي اسئلة دينية هجاوبك عليها اه عندنا حاجة اسمها التوبة والاعتراف وعندنا حاجة اسمها التناول الافغرستية وعندنا اه مسحة المرضى وعندنا دي الاسرار السبعة الاسرار السبعة توبة واعتراف وتناول مسحة مرضى واخبر وحاجات ان انت مش تقربة وان احنا وقت المعمودية بيتحل علينا الروح القدس وبنبقى مسيحيين وبنتعمد بنتغطى ثلاث مرات الاب والابن والروح القدس واشرح لك تانية عشان واضح ان انت شخص جاهل لطبك اي شيء الشمس ارش الشمس انا عانيا ما بتقدرش تشوفها وده عبارة عن الاب الشعاع بتشوفه بعنيك اللي هو الابن اللي هو كلمة الله بشوفه بعانيا الشعاع ما بقدرش امسكه بايداية الروح القدس هو اله واحد يا بنا ادم يا مش عايز اغلط لان السادة المسيح علمنا الحب وبعضكم بعضا باركوا لعينيكم وانت بتلعني وانا بقول لك ربنا يسامحك ويبركك وبطل غلط وانا ممكن اعمل لك حزر كمستخدم ومبينش تعليقاتك خالص لو تمديت امتديت زي ما عملت في مارك رزق دوت اللي هو بتابع شهود يهوة فضل يهين على القصاوسة ويهين على الكهنة وكل الكلام دوت مش هسمح لأي حد يهين جيني مش هسمح لأي حد يهين مسيحي مش هسمح لأي حد يهين قناتي قناتي الملكة اللي هي العذرة وماري جرجس الامير اللي انتو قلتو على ان ماري جرجس ده عنطر ابن شداد ورسمته رسوم رسوم حقيرة عليه وانتو بتزعلوا قوي مجرد ما حد بيسيء لدنكم انا بقول للكموس زكريا بطرس اه رجاء محبة وبرسالة مني ان كنت عايز تبشر بشر كما بشر التلاميذ بدون اهانة ولا تجريح المسيح قال جئت له اكمل لا لأمكن المهم خبرنا النهاردة هو خبر في نوع من الصدمة شوية مع بداية اول ساعة بالعام الجديد خبر وفاة مجد يعقوب كان له نصيب الاسد الخبر بيقول مع بداية العام او اول ساعة كان مصادر مقربة تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجد يعقوب اكدت مصادر قريبة من الدكتور مجد يعقوب جراح القلب العالمي انه بصحة جيدة قائلا ان كل الانباء التي تناولت وفاته مجرد شائعات ليس لها اي مأساس منصحة وقالت المصادر في تصريحات خاصة لمصروي هذه الشائعات تخرج في العام مرتين احدهما تكون في رأس السنة ولا نعرف مصدرها ولا علاقتها بهذه المناسبة مشيرا الى ان الدكتور يعقوب في اتم صحته نشكر ربنا الحمد الله ويتمتع بطواقة جيدة ولديه الكثير من الطمحات التي اتمنى تنفيذها خلال الفترة المقبلة والسير مجدي المسطر او الفرسير مجدي يعقوب حبيبي يعقوب هو الفرسير مصري بريطاني وجراح قلب بارز من موليد مدينة بلبيس الشرقية لعائلة قبطية ارزوزوكسية وتنحضر اثورها من المينيون درس الطب في جامعة القارة وتعلم في شيكاغو ثم انتقل الى بريطانيا سنة اثنين وستين يعمل في مستشفى الصدر بلندن ثم اصبح اخصائي جراحات القلب جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد من تسعة ستين لالفين واحد ومدير قسم الابحاث العلمية والتعليم منذ عام اثنين وستغيل عين استاذا في المععد القومي للقلب والرئة سنة ستة وتمانين واهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب من عام سبعة ستين الى ثمانين قام بعملية نقل قلب للمريد دريك موريس والذي اصبح اطول مريد نقل قلب اوروبي على قيد الحياة حتى موته في يوليو الفين وخمسة من بين المشاير الذين اجري لهم عمليات كان الكوميدي البريطاني اريك موركامب ومنحته الملكة اليزابيس الثانية لقب فارس في عام سنة ستة ستين ويطلق عليه في الاعلام البريطاني لقب ملك القلوب وده نتيجة ان الشخص المحترم الدكتور مجد يعقوب اللي برضه بيحاول انهم Bahnhof. اول من مركز القلب باسوان على شائعة مجد يعقوب. مركز القلب نفت ادارة الاعلاقات العامة والاعلام باسوان مركز القلب في اسوان شائعات وفاة الدكتور مجد يعقوب جراح القلب العالمي مؤكدين ان السير البورفوسير المجد يعقوب بصحة جيدة. وردت ادارة المركز عن ما تردده منذ قليل على صفحات التواصل الاجتماع من شائعات حول وفاة الدكتور مجد يعقوب مؤكدين انها مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة وكان العالم والجراح لعلام الدكتور مجد يعقوب قال في تصريحات تلفزيونية امس انه يحب اسوان ويحب اهلها لذلك اختار ان يكون مركز القلب في هذه المحافظة الجميلة اجمل مكانهم في العالم متابعا بحب ناس اسوان وهي تمثل جزءا كبيرا من حياتي كما اشار احمد سليمان في تصريحات لنا الى ان الدكتور مجد يعقوب يسافر الى لندن مرة كل شهر وذلك لزيارة اصرته موضحا ان دكتور مجد يعقوب مجد موجود لمدة 15 يوم في لندن وباقي الشهر موجود في مصر وبخصوص ما يتردد من شائعات تابع اخصائر قلب المستشفى اسوان ان احنا تعودنا على الشائعات دي الشائعات دي مؤكدا انه في حالة ظهور تلك الشائعات يتم التواصل مع الجراح لعلامي التأكد من انه بصحة جيدة وقال الدكتور مجد يعقوب الجراح لعلامي ان عملية التورى بالعضاء هي هيبة للحياة لافتا ان امنياته هي ان نأزم المرض والجهل في مصر واضاف في حواره مع القناة الاولى بالتبليزيون المصري ان هناك تقدما في مصر لكن هناك معضلات شديدة ومنها تزايد عدد السكان وعندما طرق مصر كانت اعدادها 28 مليون وحاليا وصل الى اقصر من 100 مليون ولذلك يجب على الشعب ان يعمل اقصر متابعا انا مصري وقلبي مصري وحتى لو كنت مش موجود هنا ويسعدني ان اقدم المصريين السعادة والعلم وعن سر الاختيار اسوان لقامة مركز القلب قال يعقوب يجب بحب اسوان واهلها فهي تمثل جدء كبير من الحياة لذلك اخترت ان يكون مركز القلب بها متابعا بحب الاصوار خاصة الاصوار الذين لديهم امراض اشعر انهم مهملين ولا يأخذون ما يستحقونهم من ناحية الرعاية الكاملة وبعضهم مصابون بامراض تصلب الشريعين واشعر كثيرة وليس فقط الاطفال بل هناك ايضا اشخاص كبيرة شاهدته ما قالته ايضا انتشار نبأ وفاة الدكتور مجد يعقوب ومصادر مقربة وان هذا الخبر الخبر اللي يعني بقى مالي السوشيال ميديا وهو انتشار النبأ الوفاة المجد يعقوب وبيقول الخبر ايضا وقالت المصادر اكدت مصادر قريبة من الدكتور مجد يعقوب ان كل الانباء لتنظر دفاته ليس لا اساس من الصحة وانها زي ما قلنا انها بتصدر كل مرة خبر جديد وهو خبر شاهد ما قالته الصحب المصري عن ماما ماجي ساحبة الرداء الابيض شاهد ما قالته ماما ماجي بسوف ابيض رأت صانعة الامل ماما ماجي ان ضرها في الحياة هو مساعدة البكرة والمحتاجين رداؤها المشاع نورا لم يكن الا اعترافا منها بان الملابس ما هي الا سطرة لا اقصر ولدت في عام 1969 في احد الاحياء الفقيرة في القاهرة لوالد فيجيائي معروف لنتيجة لتتجي الى الدراسة في الجامعة الامريكية التي اتخرجت منها سنة 1989 لتعمل استاذة بالجامعة في علوم الكمبيوتر اتجهت للاعمال الخيرية بعد اذهب الى حي الزبالين بعد ان وجدت انها حياة قاسية ولابد من المساندة والدعم لتزداد اعمالها الخيرية وتشمل عشرات الالاة من الاسر المحتاجة في مختلف محوظات الجمهورية تقدم من خلالها جمعية الحماية الاجتماعية لعشرات الالاة من الاسر من حيث المال والغذاء والملابس بجانب دعم المرضى والاطوال وعمل التدريبات اللازمة للشباب والرغبين في بدء اعمال احترافية تقول وجه المحبة الله اعطانا اكثر مما كنا نأمل او نتخيل اعطانا فرصة رائعة للوصول الى الاطوال الفقراء واذا اردنا ان نقترب اليه اكثر علينا ان نستمر في دعمهم ومساندة الاطوال منهم لانهم يحتاجون الى الحب والترشيح لنيل نوبل ترشحت لنيل جائزة نوبل اربع مرات كان اخيرا سنة 2021 وعدد جميل من الجوائد الدولية قصانعة الامل فيه من الشيخ محمد ابن راشد المكتوم والمرأة الشجاعة من قرينة الرئيس الامريكي السابق ميلانيا ترامب في الحفل السنوي لتوضيع جوائز نساء الشجاعة الدولية في مارس 2019 لتكون المرأة المصرية الاولى التي تحصلها هذه الجائزة كرمها السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2018 خلال احتفالية المرأة المصرية واسنع على جهدها المتميز في مساعدة البكراء موقف الطفلة المنطوية تحكي وجهة الخير عن اسبوع في بداية رحلتها مع الاطفال البكراء ان قلبها انبطر مرة عندما رأى الطفلة منطوية لا تلعب مع قرونها قالت لها لماذا لا تلعبين لترد بانها لا تملك ملابس سوى التي ترتديها والاطفال يرفضونها وجدت ماما ماجي حيلة ساحرة حيث قالت نظرت الى الصغيرة وطيبت خطرها وقالت لها من اليوم ساكون صديقتك لن اغير ملابسي طوال الاسبوع ما حدث جعلها تشعر بانها رسالة لها شخصية تطفى لو هؤلاء اولادي لماذا اغير ملابسي دوما اريد ان اكون واحدة منهم بفضل الله ان كل ما اريد من الملابس ان تكون ساترة لا اكثر هذا الخبر تم نقله شكرا لكم احبائي وعزائي وما تنسوش تعليقاتكم وليقاتكم الجميلة ومع كل احترامي ارجو احترام التعليقات وان تكون جيدة وان تكون ايجابية والا سوف اقوم بحظر كل المستخدمين الذين يسؤون الى المسيح ويسؤون الى الملكة العضرة ومريجرجس الامير ويسؤون الى كل اصدقاء المشتركين انا سبترككم التعليقات عشان انت اللي تردوا عليه مشان الله هرد عليه انا مسيحي اردوزوكسي واحب ربي والله يسوع المسيح شكرا لكم احبائي وعزائي ولكم منه كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم امين اشتركوا في القناة شكرا لكم